اشتركوا في القناة او ازواجهن ظلما لتتفاقم المعاناة وتعظم المصيبة في بلد يرى سياسيوه ان على اولئك الامهات والزوجات التوجه نحو صناديق الاقتراع وانتخاب من تسبب فيما آلت اليه حياتهم من بؤس ومعاناة يريدون من عندنا انتخابات احنا انتخابات من انتخب عندنا معتقالين وعندنا مرضي وعندنا معوقين وما حد جاينا ولا حد منبيننا طلب خلاص لاحظت عندنا قاعدين بالمخيمات هنا وحالتنا يرثئ لها عليها من انتخب ترجع نفس الوجوه ونفس المعاناة ونفس الضيموه تراكم المعاناة والظلم وانعدام الثقة في اجراءات التقاضي ومنظومة العدالة في العراق يدفع المواطنين العراقيين الى مقاطعة الانتخابات التي يرونها مجرد تدوير لوجوه فاسدة ادمنت السلطة بينما الملايين من المواطنين يرزحون تحت نير ظلم متواصل منذ اكثر من ثمانية عشرة سنة ظلم عمي ظلم الله وكيلك ظلم بظلم والله والله ظلم كثير مو شويه كثير والله مو بس واحد مظلوم بالملايين مظلومين بالملايين مظلومين اقول لنا رحمة الله يرحم البشر ويرحمنا وهذه ما على غير هاي والديك والله كريم وبحسب مراقبين فان كلمات العجز واليأس التي تبدو في حديث كثير من العراقيين غالبا ما تخفي تحتها نيران ثورة عارمة قد تشتعل في اي لحظة لتعيد ترتيب المشهد وترسم خريطة عراقية جديدة ترفع من المظلومين اغلال الظلم وتضمن العراقيين حريتهم وكرامتهم في ظل عدالة طالب بها من قبل متظاهر ثورة تشري اشتركوا في القناة